أدى رئيس التركي رجب طيب وردوغان يوم السبت في العاصمة تركيا أنقرة أدى اليمينة الدستورية بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلد أعلن قائمة أعضاء مجلس وزرائه الجديد أدى وردوغان اليمينة الدستورية في جمعية الوطنية الكبرى ووضع كليلا من الظهور على ضريح مؤسسي تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك في حديثي في وقت لاحق في حفلة تنصيب في القصر الرئاسي قال وردوغان أن تركيا بحاجة إلى الوحدة أكثر من أي وقت مضى وتعهد بدستور جديد في الفترة الجديدة مساء السبت عقد وردوغان مؤتمرا صحفيا في القصر الرئاسي للإعلان عن عضاء حكومته الجديدة حيث يتألف مجلس الوزراء الجديد من الرئيس ونائب الرئيس وسبعة عشر وزيرا قد تم استبدال جميع أعضاء الحكومة باستثني وزير الصحة ووزير الثقافة وسياحة